يعد مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة أول مركز متخصص للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويضم العديد من الحفريات من العصور الجيولوجية المختلفة المركز الذي تم إنشاؤه عام 2019 ويهتم بدراسة التراث الطبعي للحفريات الفقارية التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين اكتشافات كبيرة وإنجازات مهمة حققها مركز الحفريات بجامعة المنصورة على مداري سنوات وهو ما جعله أحد أهم المراكز في العالم نظراً للكشف عن الكثير من النظريات التي ساهمت في كشف طبيعة الحياة منذ آلاف السنين المركز يعد أول مركز متخصص للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويدم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية والتي يرجع عمرها عشرات بل مئات الملايين من السنين اكتشافات المركز المتتالية والتي أثرت علم الحفريات بالكثير من المعلومات جعلت المركز حديث العالم ومزاراً للعلماء من جميع الدول والتي كان أهمها اكتشاف سادس ديناصور مصري وأول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر التباشيرية وسمي باسم جامعة المنصورة المنصورة سورس والذي يعد آخر عصر لظهور الديناصورات ومن أبرز اكتشافات المركز أيضاً حفرية حوت دوردون أتروكس وذلك بطول خمسة أمطار والتي عاشت منذ ما يقرب من سبعة وثلاثين مليون عام واكتشاف حفرية حوت برماء عاش في مصر قبل ثلاثة وأربعين مليون عام وذلك بالتعاون بين وزارتين التعليم العالي والبيئة من أهم الاكتشافات على الإطلاق بالنسبة للمركز واللي قدمنا للمجتمع الدولي والمجتمع المحلي كان اكتشاف الديناصور منصورة سورس واللي سميناه على شرف جامعة المنصورة واللي لقى يعني كانت وكالات الأنباء العالمية بتتكلم عنه بشكل كثيف جداً في سنة 2018 واللي خدنا منه الفيم والشهرة العالمية والمحلية وكانت من أهم الحاجات اللي قدرنا نوصل بها بالاكتشافاتنا إن نخلينا رجل الشارع المصري ورجل الشارع العربي يتكلم عن حفريات وديناصورات والتراث الطبيعي المصري أو العربي بصفة عامة المركز نشر أكثر من عشرين بحث دولي في كبرى المجلات العلمية العالمية والذي وفق فيه أنواع جديدة من الكائنات التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين كما ساهم في تغيير العديد من النظريات السابقة عن الحياة البرية قبل وجود الإنسان على الأرض الجهود العلمية للمركز تمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات وخاصة حفريات الحيوانات القديمة والتي تسهم يوما بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة